هناك مجموعة من الأرقام المهمة جدا التي تتعلق بهذا لماذا هذه الانتخابات مختلفة؟ لأنه الحقيقة نتحدث عن انتخابات لأول مرة في التاريخ الأمريكي تحظى بهذه السخونة ربح جو بايدن السباق الرئاسي وخسرت دونالد ترامب وبدأت عمليات تحليل أرقام أشرص عملية انتخابية رئاسية في تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية عمليات التحليل تلك بثق عنها عشرة أرقام تسهم في شرح تلك الانتخابات لماذا الانتخابات مهمة؟ الرقم الأول وهو كما تتبعون 65 مليون مقترع عبر البريد هو عدد الأمريكيين الذين أتيح لهم لاقتراع عبر البريد بسبب جائحة كورونا ومسألة التباعد الاتماعي رقم كان أكبر من طاقة العاملين في عملية الفرز فأبطأها وحبس العالم أنفاسه لأيام وكلنا عشنا هذا الموضوع ما هو الرقم الثاني؟ الرقم الثاني 18 هو النسبة المئوية التي عكست زيادة الإقبال على التصويت وأيضا في جميع المقاطعات الحضرية في وقت تخلى فيه الناخبون المتعلمون عن ترامب أربعة ملايين هو الرقم الثالث هو عدد الأصوات التي فاز بها بايدن على ترامب رقم ليس قليلا على الإطلاق الرقم الرابع وهو 58% من الرجال البيض هو نسبة الناخبين البيض من الرجال الذين أيدوا ترامب هذا العام أما الرقم الخامس فهو 2 مليون هو عدد الأصوات التي كسبها ترامب في المقاطعات الأشد تضرورا من فيروس كورونا أما الرقم السادس وهو رقم 42 هو رقم أشبه بنتيجة مباراة كرة القدب 42 إلى 7 لكنه مقياس تغيير المعركة الانتخابية عن العام 2016 بايدن صار على طريق الفوز في 42 مقاطعة كسبها ترامب قبل أربع سنوات فيما سلك ترامب الطريقة عينه في سبع مقاطعات منحت أصواتها للمرشحة الديمقراطية هيلاري كلانتون عام 2016 ما هو الرقم السابع؟ الرقم السابع هو سبعة ويعود للنقاط المئوية التي خسرت ترامب أو خسرته مقاطعة ميامي في فلوريدا الديمقراطية أما الرقم الثامن فهو 70 مقابل 92 تمثل هذه الأرقام أكبر هوامش الفوز في منطقة كولومبيا البايدن وترامب على التوالي فعلها بايدن في المعقل الديمقراطي في واشنطن دي سي بينما ترك ترامب بصمته في وامينغ التي لم تقف مع مرشح الديمقراطي للرئاسة منذ عام 1964 الرقم التاسع وهو رقم اثنين وهو عدد الخسارات التي تعرض لها ترامب في التصويت الشعبي الأولي أمام كلينتون عام 2016 والثانية أمام بايدن في عام 2020 أما الرقم العاشر والأخير فهو الرقم صفر هو رقم المرات التي اعترف فيها ترامب بخسارة الانتخابات الرئاسية يعني نستطيع القول أننا مازلنا في الرقم صفر ترامب لا يريد الاعتراف ترجمة نانسي قنقر